بالنسبة لمشاركة الشباب في دخوله غمار الانتخابات يعد إنجاز في حد ذاته لأنه نسبة للانتيازات التي حظى بها من وسط التسهيلات التي حظى بها من خلال تقبل الترشيحات وعمليات التوقعات إلى آخره هناك شباب في دخوله لغمار الانتخابات كان بعض الشيء متردد ولكن بصدور القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي يشجع بالنسبة كبيرة الشباب والذي كان في مشروعه ينص على الثلث وحتى تصدر وامر بجعل مشاركة الشباب من الثلث إلى النصف وهذا ما يشجع بجدارة دخول شباب غمار الانتخابات بكل قوة والذي شجع حقيقة وأنا أعد أحد الشباب الذين كنت تقريبا مترددة بعض الشيء ولكن بعد القانون الذي سهل لنا دخول غمار الانتخابات والتشجيعات التي منحناها منحها لنا للقانون يعني تعد بشكل كبير وكأنها دفع قوي وأظن كذلك إجابة على سؤالك أن مشاركة الشباب في سياسة خاصة في انتخاب التشريعية يعد بمثابة إنجاز وبمثابة تحقيق مشروع أو تحقيق حلم الشباب الذي يأمل إلى التغيير يأمل إلى بناء الجزائر جديدة خديجة هل تعتقد أن مشاركة هذه الكفاءات حتى إذا لم تكن حزبية لم تكن عندها نظال هل تستطيع أن تنقل هموم المواطن الجزائري إلى قبة البرلمان؟ بطبيعة الحال نسبة الكفاءات وذلك يا رجع لي الكفاءات متحصل عليها وكذلك كما أشارت الدكتورة إلى أنه إلى مدى قدرة المترشح الشاب إلى كيفية وكيفية أن يحقق أمال الشباب أمال الشعب كيف له له أدراح هل هو له القدرة كي يوصل صوت الشعب إلى البرلمان إلى قبة البرلمان إلى السلطات لأن كما نعلم أن البرلمان لا يمكنه أن يمنح للشباب كل مشاغلهم ولكن هو يقتصر في أنه له دور تمثيلي ودور رقابي على الحكومة